نظمت جامعة الشارقة اللقاء الإرشادي لطلبتها المستجدين من طلبة الكليات الطبية بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية تستقبل جامعة الشارقة عاما بعد عام ومنذ تأسيسها أجال متعاقبة من طلبتها المتميزين لتقوم بدورها الأساسي والمنوط بها ألا وهو إعدادهم علميا ومهنيا ولتكون بداية رحلتهم الجامعية واضحة وسلسة نظمت جامعة الشارقة اللقاء الإرشادي لطلبتها المستجدين وفيه تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالدراسة هذا اللقاء هو اللقاء إرشادي لطلبة السنة الأولى هي السنة التأسيسية لكلية الطب والكلية الطب الأسنان التي التقين فيها في الطلاب وأولياء أمورهم لشرح ما هي السنة التأسيسية وكافية الانتقال إلى السنة الأولى وإعطائهم الإرشادات وتعريفهم على المرشدين الأكاديميين نتمنى حقيقة أن الطلبة مثل هذه الأمور أول شيء تعطيهم المعرفة وتعطيهم المهارة وتعطيهم معرفة حقوقهم أيضا في داخل الجامعة علشان نقوم بواجباتهم بأحسن وجه نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى ونتمنى إن شاء الله نشوفهم تخرجين مثلما نراويناهم في آخر الفيلم عشان نعمل لهم نوع من الحماس وتضمن اللقاء مجموعة من الفقرات والكلمات التوجيهية والإرشادية التي من شأنها أن تحث الطلاب على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التاليمية بالجامعة والمحافظة على مرافقها بالإضافة إلى القواعد والإجراءات الخاصة بالحرم الجامعي اللقاء كان رائع جدا وواضح وشرحوا أشياء وايد كنت أنا أستفسر عنها وما كتعرفها وطبعا حفزوني الدكاتر كيف تكلموا وكيف أن يختارون 50% من الطلاب الفونديشن وأن حفزوا معنوياتي إن شاء الله أكون دكتور وتخرج في هذه الجامعة كان لقاء حلو ساعدنا وإن نعرف معلومات زيادة ما كنا نعرفها سؤال في التنافس ما التنافس الجي بي اي شو المواد لازم نركز عليها أكثر شيء وكان لقاء تعريفي بسيط حلو ممتعة يعني استفدنا وامتعونا بنفس الوقت اللقاء الخاص بطلبة الكليات الطبية يأتي ضمن سلسلة لقاءات تضعها الجامعة على رأس أولوياتها فهو استكمال لجهود أخرى سبقتها كاستقطاب أفضل الكوادر التدريسية والتعليمية إلى جانب توفير أحدث التطبيقات والمصادر التكنولوجية التعليمية بالإضافة إلى تجهيز المختبرات العلمية الحديثة ليكون خريج جامعة الشارقة مواكبا لحاجة سوق العمل وهو ما عرفت به دائما جامعة الشارقة يساعد اللقاء الأرشادي للطلب المستجدين على الاندماج سريعا في الحياة الجامعية والانطلاق نحو تحقيق طموحاتهم العلمية لأخبار الدار مجلس ويدي من المدينة الجامعية بالشارقة